السلام عليكم ازايكم يا سنة اولى عاملين ايه? انا زمرتكم اماني احمد فرقة تانية. هنتكلم النهر ده مع بعض عن اخر محاضرة في الهستو بعنوان ان شاء الله المحاضرة خفيفة وسهلة. وتخرجوا بعملها ان شاء الله. الاول كل السنة انتم طيبين بمنازمة رمضان. اتمنى ان انتو تستغلوا الشهر ده كويس في انتو تقربوا من ربنا. وبرضو ما نحملش دراستنا. عشان الاي بيقل غدار يعني. فنحاول بقدر الامكان كده ان احنا نلم الدنيا. وان شاء الله يعدي على خير. وهو سهل وحاولوا ان انتو تستمتعوا كده وانتو بتدرسوه. وبصراحة يعني المحتوى بتاعه كان جميل. فربنا يسهلها عليكم يا رب. ويتعدوا على خير. بسم الله. هنبدأ على طول. اول حاجة احنا دلوقتي من السلايد دي عايزين نعرف يعني ايه. عشان نعرف احنا ليه اصلا بنتكلم عن. هو عبارة عن. من. هو عبارة عن جزء من من. وجزء مهم جدا في اليميون في جهاز المناعة. زا تهلب البادي تو جيت ريدو في التوكسنز والويست والأزر انواتد متيريال. هو اللي بيساعد الجسم بتاعي ان هو يتخلص من كل التوكسنز والويست والماتيريال اللي انا مش عايزيها. بتروضها بره. طيب الليمفويت سيستم ده بيتكون من ايه? بيتكون من ثلاث حاجات. الليمف ولمف واللمفاتيك اورجان. الليمفاتيك اورجان عندي بتتقسم لنوعين برايمري وساكندري زي السايماس جلاند والبول مارو وساكندري زي الليمف نود والسبلين والطونسل. تمام? يب th وهما عبارة عن آ آ آ اول حاجة هنتكلم عليها النهارده هي الليسبيين. الليسبيين ده عبارة عن ايه او شكله ايه? هو عبارة عن سينجل LARGEントرابدومينالهيمو آ آآ İLINF آرجين يقول يعني هو عبارة عن أورجان موجود منه نسخة واحدة بس في الكسم يعني دلوقتي ما عنديش ما عنديش اتنين ما عنديش اتنين طحال زي مثلا زي ما عندي اتنين كدمي او اتنين لونج مثلا لأ هو واحد بس عندي طحال واحد بس فهو سينجل وفويد شكله بيضاوي زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيكون كبير انترا عبدومينا يعني موجود في الابدومينا الكابتي هي مولان في أورجان تمام بيباني ازاي انا لما شوفوا بعين المجردة مثلا لو جبنا جثة وشرحناها وطلعنا منها الطحال انا هشوفوا شكله ايه هشوفوا عبارة عن تمام اه عبارة عن اورجان لونه احمر دموي طيب هجيب ده وهذا ان انا اقطعه من النص علشان اشوفوا من جوه هشوفوا عبارة عن ايه هشوفوا عبارة عن وفيها ازاي يعني عبارة عن ادي الارجان اهو الاسبلين عبارة عن يعني لونه احمر وفيه ويتش سبوتس وفيه نوع طبيضة تمام يبا بيقول دلوقتي لو انا خدتة سكشن من الفرش سبلين دير ار ويتش سبوتس سكترد ان اه تمام الاسترولوجيكا الاستراكتشور بتاعت الاسبلين الاسبلين بيتكون من ايه الاسبلين زي وزي اي اورجان بيتكون من ستروما وبرينكما والستروما زي ما هنحفظنها بتتكون من كابسول ترابيكولي ريتيكولار كنكتف تيشو طب بالنسبة للبارينكما لا بيقول دلوقتي ان البارينكما بتاعته هو عايز يبقى مميز بيها فبيقول انا مش اتكون من كورتكس ومضلة زي بقيت الاورجان لأ لانا هتكون من ويتبالب ويتبالب مش انا قلت لكم ان احنا لما بنجيب الاسبلين وناخد منه سكشن بنشوف ان هو عبارة عن اورجان لونه احمر وفيه نقاط بيضة اه هي النقاط البيضة دي ويتبالب ويتبالب دي هي الارضية الحمر تمام يبقى دلوقتي عندي هتكلم على استرومو استرومو بتتكون من كابسول الكابسول هو عبارة عن دنس 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 ولكن في حاجة مميزة او ايه هي الحاجة المميزة ان بيكون في دي بتبقى موجودة في الكابسول علشان بتكون مسئولة عن البومبنج اكشن اللي بيعمل كده بيبدأ ان هو يعمل بومبنج اكشن زي الهارت كده بيبدأ ان هو ينقبض تمام فالمسئولة عن الانقباط اللي هو بيعمله ده هي اللي موجودة في الكابسول تمام رقم اتنين بيتكون من حاجة اسمهاها الكابسول بتاعي بيبدأ ان هو يديني حاجة اسمهاها ترابيكولي ايه الترابيكولي دي عبارة عن شورت بتبقى قصيارة يعني هي بتاعت الليسبلين بتتميز ان هي بتكون قصيرة يعني ما بتمتدش لجوه قوي في الليسبلين وبالتالي ما بتقسمهوش لأجزاء تمام؟ يعني بتبقى قصيرة زي الصورة كده بصوا قصيرة خالص اهي مش بتدخل لحد جوه وبالتالي الليسبلين مثلا ما بتبقاش عبارة عن لبيولز مثلا أو عبارة عن أجزاء مختلفة لا انا بشوفه كده قتلة واحدة على بعضها ليه؟ لان الترابيكولي بتاعته بتكون قصيرة ومش بتقسمه الأجزاء من جوه بيولد الوقت عن بيولد الوقت عند المنطقة بتاعت الهايلم اللي هاي دي المنطقة بتاعت الهايلم هي اللي بيدخل منها الارتري وبيخرج منها الفين ويدخل منها النرفات بيولي في المنطقة دي بالزات هنلاقي ان الكابسول هاي دي ترابيكولي كتير تمام؟ عشان الترابيكولي دي يدخل جواها الارتري والفين اللي دخلها لمين لالسبلينك بالب آخر حاجة الريتيكولار كونيكتيف تيشو بتتكاوم من نتورك عبارة عن شبكة من الريتيكولار تيشو زاد كونتين لينفويت سيلز وماكروفاج وإي بي سي تمام؟ الريتيكولار كونيكتيف تيشو يعني الخلايا اللي بتبقى عارضة للأنتيجين تمام؟ يبس ترومة دلوقتي بتتكاوم من إيه؟ الكابسول عبارة عن إيه؟ عبارة عن دنس فايبر ومسكولار كونيكتيف تيشو عبارة عن دنس فايبر ومسكولار كونيكتيف تيشو وفي سموز مصر فايبر هي المسؤولة عن إيه؟ البومبينج أكشن فبالترابيكولي بتبقى شورت وصيارة ومش بتمتدل الجوة وبالتالي مش بتقسم تمام؟ بتضي عدد من عند الهايلم بالزات بيبقى عدد كبير من الترابيكولي عشان تبدأ إن هي تكاري النيرف والأرتري اللي دخلها اللي سبليكبالب الريتيكولار كونيكتيف تيشو دي عبارة عن نتويرك من الريتيكولار تيشو بيكون فيها إيه؟ ماكروفاج وليمفويد سيلز وإي بي سي تمام؟ طيب رقم اتنين البرينكما البرينكما عندي بتتكون من ويت بولب وريد بولب بالنسبة للوايت بولب فهي بتتكون من كذا حاجة بصوا تعالوا من نرسل مع بعض عشان بس نفهمها بصوا كده معي هذه عندي ده اللسبلين تمام؟ وده الكابسول بتاع اللسبلين ده كده الكابسول والكابسول ده بيكون فيه هنا كده المصل فايبر المصل فايبر دي مسؤول عن إيه؟ عن الكونتراكشن بالضبط كده عن البومبينج أكشن تمام؟ وقادي الترابيكولي اللي طالعة من الكابسول بتبقى شورت ومش بتقسم الكابسول تمام؟ آآ نتكلم على البارينكما قلنا ان البارينكما بتتكون من ويت بولب وريد بولب قادي الوايت بولب عندي وقادي الريد بولب نفترض مثلا دي كده تبقى الريد بولب هاي تمام؟ الوايت بولب دي عبارة عن إيه بقى؟ يولت الوايت بولب دي بتبقى عبارة عن لينفويت فولكة أنا لازم كده أعرف إن في نوعين من لينفويت فولكة عندي فيه برايمري لونفويت فولكويل وعندي فيهbart بلايمرير لينفويت فولكobil بتكون كلها من البي لينفووسايت تمام، أما السكنال اليمفويت فولكيل بتتكون من بي لينفو самом tasks يبقى ادي الليمفويت فوليكلز هو مش مقسمها هنا عندنا في الداتا ولكن اقولتها لكم عشان ايه نبقى فاهمين تمام ادي دلوقتي هي مكونة من بي لينفو سايت كتير جدا ادي ها بي لينفو سايت تمام بول دلوقتي عندي ان الليمفويت فوليكلز بتاعت الاسبيلين مميزة بحاجة مهمة اوي ايه بقى الحاجة اللي هي مميزة بها دي ان هي فيها ارتري اسمه سنترال ارتري ادي سنترال ارتري هو سانية انت قلت لي سنترال لي طب معلش انت ليه مرسمتوش في النص لأ اقول لكم ان ده عشان في التكوين في تكوين الامبيريو نفسه هو بياخد اسم سنتر هو كان في النص ولكن الليمفويت ولكن البي لينفو سايت دي لما بدت ان هي تكتر بدت ان هي تتقوح الجنب فهو اسمه سنتر ولكن هو موجود فين تمام تمام طيب دة كون هاللسنترال ارتري ده بيكون حوالي حاجة اسمها مري dam ايه بيري ارتريال لينفاديك ايتشيز يعني يعني غطاء فبيكون حوالين الالتري الغطى كده اسمه بيري ارتريال لينفاديك ايتشيز ايوة ايه الغطى ده يعني عبارة عن ايه بيقولي ان هو عبارة عان تيتي المفو سايت يبقى البيان اللي بعد المفو سايتقول 블� Rey منطقاتي ايه? بنسميها تمام? تمام? طيب مفروض ان انا اعرف ايه تاني? اعرف ان بيكون فيه من بره دي حاجة اسمها المارجنال زون. المارجنال زون دي بتبقى حاجة كده محوطة اللي ايه? اللي من دي من بره. بتبدأ ان هي تفصلي اللي هي عن مين? عن بصو هي موجودة هنا هي بتفصل عن ايه? ايوة بتتكون من ايه برضو هي كمان بتتكون من وبتكون من ماكروفاش وبتتكون من تمام? ايما الان الوقتي تكلمت عن مين? عن نيجي هنا كده نقرأ مع بعض. هلا هي بقت بنية بقت سهلة خلص. بولي الوقتي ان البرينكما بتتكون من اول حاجة من وايت بولب. الوايت بولب دي عبارة عن ايه? بري ارتريا نفاتيكي تشيز. ده قولنا الغطة اللي بيقع محوط من السنترال آآ تمام? بولي الوقتي ذات تكون من تي لينفوسايد عبارة عن سايمس دي بندنزون احنا مسمينا سايمس دي بندنزون عشان فيها ايه? تي لينفوسايد. تمام? تمام? بعد كدنا نتكلم على اللمفويد نديول او فوليكل بتفضل ان هية تزوق ال seres cetrel دولي والتالوالي ان البي يكون في براي مري فولكل، ويكون في ساكندري فولكل. بيبقى فيها في النسطة حاجة اسمها ايه؟ جيرمانال سنترزون، بقولت الوقت عندي أن البي لينفوسايد ممكن أنها برضو تزق إيمين تزق هي زائد الأرتريول فممكن برضو تزق إيمين تزق الجيرمانال سنترزون، تمام؟ تمام آخر حاجة خلص تتكلمني عليه هي المارجنال زون، قلنا أن المارجنال زون بتبقى موجودة حوالين الفولكل من باره، بيقول الوقت أنها بتسروند اللينفويدن ديو بتسيباريت الوايت بالب فروم الريد بالب بتتكلم من بلازما سيل بيليمفوسايت ماكروفاش و اه انتر ديجي تينج ديندريتك اه سيلز اللي هي ال اي بي سي اس تمام تمام بعد كده نتكلم عن مين هنتكلم عن اه البارت التاني من اللي هو الريد بالب طيب الريد بالب دي بتتكلم من ايه سهلة قوي بولي ان هي عبارة عن اللي هي اسمها كوردس اف البلروس تمام هي عبارة عن ايه عبارة عن سبلين الكوردس اللي سبلين الكوردس دي احنا مسمينها ايه كوردس اف البلروس تمام بتتكلم من ايه بقى اللي سبلين الكوردس دي بولي ان هي بتتكلم من لوس نتورك اف الريتيكولار فيبرس عبارة عن شبكة من الريتيكولار فيبرس الشبكة بتاعت الريتيكولار فيبرس دي فيها فجوات هي قبش اي شبكة بيبقى فيها فجوات صح صح حمي يجي نعمل اي شبكة دلوقتي بتبقى فيها فجوات كده بيكون فيها بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها أقشان كده بتاديها اللون الأحمر تمام؟ لأن هي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها بلد هنا كده تمام؟ والبصду وبيكون فيه مكروفاج كتير جدا انير البلد ساينس يكون فيه بلط ساينس والبلط ساينس دي يكون حواليها ايه ماكروفاش كتير جدا تمام يبقى تاني رد بول ببتتكون من ايه بتتكون من اسبليني اللي اسمها كولتس اف البللوس بتتكون من لوس نتورك اف الريتكلار فيبرز هوز هوز انترستيز ار اه برميت اتباي الاكسترا فاستد بلط ذال ليتكون فيبرز ار امبلوب دباي استيلات ريتيكولار سيلز ويهل الماكروفاش بتكون كتير جدا اه فين نير البلط ساينس تمام هانمن بعد كده هنتكلم على كلمة معناها ايه عبارة عن فاجوة كده او صغب كده تمام ايه بقى بقول ان دي بتبقى من جوه بتبقى متغطية طبعه من الاندو سيليل سلس ادي الاندو سيليل سلس دي تمام طيب الاندو سيليل سلس دي بتبقى شكلها ايه بقول ان ايه بتكون معناه ايه كل الكلام الكبير ده بقولت الوقتي عندي ان هي بتبقى عبارة الاندو سيليل سلس اللي بتبقى مغطية السينس من جوه دي بتبقى طويلة بتاخد شكل مغزلي وبتبقى موازية للونج اجز بتاع السينس فبتظهر كأنها برميل خشبي زي البرميل اللي قدامنا كده بصوا بتخيالوا معايا ان دي كده الخلايا المطولة دي دي عبارة عن مين عن الاندو سيليل سلس بتبقى مطولة تمام وبتبقى وبتبقى سبيندل شيبت وبتبقى برل للونج اجز ادي اللونج اجز بتاع السينس هون السينس بتبقى مفتوحة من فوق من هنا وبتبقى مفتوحة من تحت تمام بتبقى مفتوحة من البوس انس مانشي ودلوقتي عندي بتاخد شكل ايه الاندو سيليل سلسة دي لما بتتجمع وراء بعضها كده بتاخد شكل ايه بتاخد شكل البرميل الخشبي زي ما احنا شايفين بالزبط تمام طيب انا بسمي الخلايا دي ايه بسميها ستيف سلس يبقى انا بسمي الخلايا دي ايه ستيف سلس طيب يطار بقى ان الخلايا دي بتبقى متلزقة في بعضها كده ومتعشرة جنب بعضها لأ ده بيقولي ان هي بتسيب مسافات المسافات دي بتقدر بحوالي من اثنين لتلاتة مايكرون يبقى دلوقتي عندي بتبقى خلايا مطولة وبتبقى مترسجة من بعضها وبتبقى سايبة مسافات ما بينها وما بين بعضها المسافات دي حوالي قد ايه من اثنين لثلاثة مايكرون تمام بتبقى موجودة بتوين الاندوسيليل سلس ودلوقتي حوالين السيناسويد دي بيبقى مغلفها من بره كده يعني البيزمنت ميبرين اللي بيغلفها من بره بيبقى مش كامل تمام على ايه على الفتحات اللي احنا سيبناها دي فين عايز اشوف ايه دي اهو ده كده بالضبط البيزمنت ميبرين او البيزا اللامنة بتكون انكمبيت هي دي ما بتبقاش مغطيها كلها من بره لأ دي بتبقى مغطية حدث وسايبة حدث فبيقول ان هي ديس كونتينوس يعني مش كاملة ليه بتتيب الفراغات شوية من الفراغات بين هاي دي الفراغات هي بتبقى بينها تمام؟ تمام بل اللي وات عندي واللوقت ان بيكون في موجودة حلاقه بترونزفيرس دايريكشن زي ما احنا شايفين كده تمام؟ تمام بل اللي وات هنا ان الان اللونجتودينا الفايبر بيكون في ترونزفيرس واللونجتودينا الفايبر اللي اتنين مع بعض بيبدأوا ان هما يتحدوا ويكونوا لي نتورك النتوارك دي بتروح جاية مغلفة للسينوسويد سيلز انت الماكروفاش اللي هي اسمها لتورال سيلز زات اوكيباي اللي سبيسز بتوين الاندوسيليا سيلز مش هنطلكن الاندوسيليا سيلز بستيب حوالي 2-3 مايكرو ما بينه و ما بين الخلية اللي جنبها او الخلية المكان ده بيبقى فيه ايه بيبقى فيه ماكروفاش تمام تمام يبقى احنا كده اتكلمنا على الاسبلينك سينوسز وانا الاسبلينك سينوسز دي عبارة عن فتحات الفتحات دي بتبقى مجوافة بتبقى مفتوحة من الناحيتين اه بتلاين دب ايه بالاندوسيليا سيلز والاندوسيليا سيلز دي بتبقى عبارة عن خلاية المجادة من طوله بتبقى سبيندل انشيت وبتبقى لاي بارل بتبقى موازية ل بتاع السينوس تمام بتبقى شبه الايه الوودن بارل وناخد بالنا قوي من كلمة وودن بارل دي عشان بيسعل عليها تمام الخلاية دي انا بسميها ايه ستيف سيلز اه الخلاية دي بتبقى محشرة ملزقق ببعضها كده اه جنب بعضها قوي لا دي بتبقى سايبة فراغات الفراغات دي اسمها سليتس بتبقى حوالي من 2-3 مايكرو بيكون فيها ايه ماكروفاجز طيب من بره بيكون في ايه انكمبليت بيسلمنا ناخد بانا انهو انكمبليت بتبقى فيها ايه ديسكنتينووس اه بيزميت الممبرين ماشي وبيبقى منبر بيبقى فيه عبارة عن بتبقى بتتحد مع بعضها علشان تتكون لي ايه بتتكون لي نتورك بتبدأ انها تغلى في السينوسويت تمام تمام بعد كده هنتكلم على بتاع الاسبلين الارتري اللي بيبقى داخل الاسبلين على اسمه هيبقى اسمه ايه اسبلينيك ارتري بيقول الوقت ان الاسبلين بيبقى سبلينيك ارتري سبلينيك ارتري تمام هم اللي اتنين بيدخلوا وبيغدروا من الهايلم تمام يعني الاسبلينك ارتري ما يجي عند الهايلم عند منطقة الهايلمه هي يجي الاسبلينيك ارتري يدخل لي mansد ويجي الاسبلينك فين يروح جي خارج من منطقة الهايلم برطو يبقى منطقة الهايلم دي هي اللي بيدخل منها ال builds وهينيز وكل حاجة تمام طيب من الوقت cultivate gente عندي ان ده تمام تمام طيب عند منطقة هلاقي ان ده يعني مثلا انا دلوقتي عندي ده الكابسول بتاع هلاقي ان اللي هو جاي من عند منطقة هلاقي اهو هو جاي من هنا كده هيروح جاي داخل في الترابيكولي اللي كانت موجودة هنا هيروح جاي داخل في الترابيكولي هيبقى اسمه ايه يبقى بيقول لي عند الهايلا بيبرانش انتو ترابيكولر ارتريز حاجة مختلفة بقى بيدخل جوا ترابيكولي ويكون لي حاجة اسمها ايه الترابيكولير تمام تمام اول ما بيدخل جوا لبارينكما انا عندي البارينكما كابت كوي من ايه من وايت ها بالب و ريت POLB اول ما يدخل جوا لبارينكما ويوصل لي الويت بالب امديات لي انفلوب تبي تشيز من الليم فوسايد كوت ال بيارترا لي المفتك تشيز معنا كده انه هايکول لي مين هيكون لي اكيد السنترال ارتري� اول ما يدخل جوا ل الوايت بالب هيروح جاي يميكون لي مين السنترال ارتري haetti الارضي ها. وبيقول لي في الحال على طول انا عايز احميه. هروح جاي جايب له مين? هجيب له. اللي هو كان عبارة عن ايه? عبارة عن تينينفوسايت. فاكرين? طيب. موجودة فين? اللي هو الوائد بالب ارتري. بيكوز الفيزل اكيباي زي سنتر اوف. البري اه ارتريا اللي مفاتيك تشيز. تمام? تمام. بولت الوقتي عندي اوتزوزة اللي هو اللي موجود في الحكاية اللي انا حكيتها لكم. بيقولك دلوقتي ان هو على الرغم من ان هو مش موجود في الاسنتر فموجود ات بريفري فاحنا برضو لسه مسميينه ايه? تمام? تمام. بعد كده بيقول لي دلوقتي سيجيز ع chickens. يا انا دلوقتي عاندي هوا ادي الاسبيلينك ارتري. الاسبلينك ارتري هيدخل جوا مين? جوا الترابيكولي. هيروح جذي ما تديني ايه? هيديني الترابيكولي الارتري ده هدخل جوا مين? هيدخل في البرينكمة فهيديني مين؟ specialty تمام? هو ده كان موجود فين? مش كان موجود جوه والب دي كانت عبارة عن ايه? عبارة عن ده هيبدأ ان ده هيبدأ ان هو يدي شوية التفرعات. التفرعات دي اسمع ايه? اسمع دي هتغزي مين? هتغزي تمام? تمام. والده وقت بعد ما يغادر بقى ويخرج من ده خالص ده هيديني نمبر من الشورت برانش اسمها البنسيلر ارتري. البنسيلر ارتري بتبقى هي عبارة عن شوية ارتري كده. بيبقى عبارة عن ارتري كده. بيبقى شبه لقلم الرصوص. احنا بسمينه البنسيلر لانه شبه سنة لقلم الرصوص. تمام? يبقى ده ده او الريديال برانش دي اللي كانت بتغزي الليمفويد تيشو هتديني في الاخر حاجة اسمها ايه? بنسيلر ارتريس. ده امدى? ده بعد ما يغادر الويد بلبه كلها. تمام? وهي انتهي. هيديني تيرمينال ارتريال كابيلرز ذات ديليفر زير بلود انتو آآ ساينيسويس. وبعد وبعد كده في الاخر خلص هتديني تيرميني آآ ارتريال كابيلرز هتروح تنتهي فين? في تمام? يبقى من الاخر. انا ده وقت يجا عندي مين? جا عندي مين? جا عندي الاسبلينك ارتري اول حاجة ده يدخل جواء التيرابيكولي. فهيديني تيرابيكولار–ارتري مشة التيرابيكولار–ارتري اول ما يدخل لي الـhoida-bulb هيديني ايه? في الحال هيجي الاسبلار–ارتري ده ويتلفى حوالي ايه? شيز كده. اسمه ايه? اسمه بيري ارتريا اللي مفاتيكة شيز عبارة عن تيلينفوسايت. تمام? يجي الاسبلار–ارتري ده حيديني برانش هيديني برانشهات. اسمها الترمنى الارترية الكابلرز الترمنى الارترية الكابلرز دي هيا تروح تغزيمين الصينوسويت تمام تمام آآ شرحت الجزء ده بس لقيته مش متسجل فانعيده تاني آآ بيقول دلوقتي ان انا عندي ثري سيوريس of circulation انا دلوقتي بحديد الارترية الكابلرز بتاعتي آآ على اساس ثلاث نظريات ممكن تبقى close circulation و open circulation و ممكن تبقى الاثنين مع بعض انا امتقول عليها close circulation ولي لو كان الاندوسيلي بصوا معايا كده دي الصينوس اهي تمام دي الصينوس انا هروح جاية جايبة ال ارترية وهروح جاية منتهية جوة الصينوس كده فهلاقي ان الاندوسيلي علبيص مع الاندوسيلي علب미ايه تمام طبعا publications يبقى الاندوسيلي ايمتا تقول عليها أن هي ايضا؟ أوليها اوليها اوليها لو كان الترجمة يعادلها بطريقة الترجمة لو كان السينس مالذيا دي الزهنس دي الزهنس اهين تمام بلاقي اني الارتري بيبدأ ان هو ينتهي قبل ما يوصل للسينس فلاقي كده ان يدي اسمها ايه اسمها open circulation تمام يبقى في فرق ما بين الopen circulation والclosed circulation لو كان انتهى جوه الصينس يبقى closed circulation هم الاثنين كده متمسكين مع بعض اما open circulation لو كان الارتري انتهى قبل ما يوصل لمين للسينس وفي الاثنين مع بعض بيقولي ديوقتي بعضهم بيتصل بالسينس والبعض الاخر مش بيتصل بالسينس وبينتهى في الريد بولب فانا بسمية دي كده بتبقى ايه الاثنين مع بعض open and closed تمام تمام يبقى ديوقتي عندي ثلاثة circulation بيفصرولي اللي هو circulation between between terminal arterial capillary و الليسبلينك ايه sinuses بعد كده هنتكلم على الفانكشن بتاعت الليسبلين الليسبلين بيعمل ايه هو مسؤولة عن destruction of the erysterocyte خلال الدم الحمراء بعد ما تنهي دورتها في جسم الانسان بيتروح لشان تتكسر فمين اللي بيكسرها الليسبلين هو المسؤولة عنه هو يكسرها وكمان بيعتبر ايه بيدفينز اجينيس الانفيدور يعني هو اللي بيدافع عن الجسم اه اتجاه اي حاجة بقى ايه بتغزوه تمام؟ طيب بسرعة كده احنا اتكلمنا عن ايه نهاردة احنا اتكلمنا عن الليسبلين وقولنا ان الليسبلين ده عبارة عن ايه عبارة لو انا شفته بالنجد ايه هشوفه عبارة عن ايه عبارة عن ردش اورجن تمام؟ طيب لو انا شفته دلوقتي لو انا قطعته عملته سكشن يعني هشوفه عبارة عن راض بلادات اكمد من اشرف وفيها نقطة ايه olması وفيها نقطة بيضه تمام وفيها نقطة بيضه منشى؟ طيب بعد كده اكلمنا ان هو بيتكون زيه زي اي اورجن من برينكبه وبيتكون من خال relaxation من اه كبسول وبنسبة لكبسول فهو عبارة عن والخلوع وتبقى شورت ومش بتقسم اللي سبلين اللي كومبارتما تشو عبارة عن نتورك من اهم حاجة ان الكابسول بتاعي بيكون في اسموز ما سلسل هي المسؤولة عن ايه هي المسؤولة عن البومبنج اكشن تمام البارنكما وان هي بتتكوين من والوايت بولب دي بيبقى عبارة عن لينفويد نيديول بيبقى جوائي وسنترال ارتري ده بيبقى حواليه من برا بيري ارتريا اللي انفاتك عبارة عن تيه لينفوسايت والليمفويد نيديول دي بيكون فيها بيه اللينفوسايت وهي مارجنال زون بتبدأ ان هي تفصل لي مين تفصل لي الوايت بولب عن الريد بولب تمام بتتكوين من بلازما سيلس بتتكوين بلينفوسايت وماكروفاج والاي بي سي اس تمام آآ بعد كده اتكلمنا على الريد بولب وقالنا ان هي بتتكوين من اللي سبلينك كوردس اسمها كوردس اوف البيلروس وهي عبارة عن نتوركة من الايه من الريتيكولار فايبرس والفراغات او الفجوات اللي بتبقى في النتورك دي بيبقى فيها ايه بيكون فيه نيوميروس ماكروفاجز طعب اه كلمنا على الاسبلينك سينسس وقالنا ان هي بتاخد شكل ايه الوودن بارل بحيث ان الاندوسيال السيد اللي بتبقى مغطيها من جهو بتبقى الونجيتد وسبندل شابت وبتبقى بارل اللونج اجزس وبيكون فيه سليت كده اللي هي فراغات يعني والفراغات دي بيكون فيها ايه بيكون فيها ترانزفرس اه اند لونجتودينال فايبرس بتجوين تو فورم انتورك انفلوبينج السينسد ايه سيلس بيكون فيه ماكروفاجز كتير جدا موجودة في الايه الفراغات دي وقلنا ان بيكون محاوطها من برا انكمبليت بيزا اللامين او بيزمينتو ممبرين تمام بعد كده اتكلمنا على الفاسكولار سبلاي بتاع بتاع الاسبلين اه 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 ايه مش محتاج بعد كده هنتكلم على اخر حاجة خالص وهي مين هي التونسلس التونسلس بيقول الوقتي ان التونسلس يدي عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن لارج ماسز من الليمفويت تيشو في شقņ-ويتش ار in enter with post into the pass of ال sits the Americans sunglasses هي بتكون موجودة ممكن دكون موجودة في ال Muy� About New Clem موجودة في الвойال كابيتي比تبقى معردة لي واحدة ايه في ال fix were تبقى معرده لمين للكاتجينهاج الادية الي هتبقى دخل مع الهواه اللى انا بس تنشكله تمام؟ عندي كام نوع عندي اربع انواع من التونسل بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي بيقولي دي وقت ان هيا بتلوكي تدقى لما بفتح بو ايه كده هلاقي ان فيه والسوفت بلد ده بتبقى وروق كده كورتين الكورتين دولك اسموه تمام يبقى هيا بيكون موجودة فين على جوانب الأورال كابتي بتتكون من ايه بقى البلاطين تونسل دي بتتكون من تجمعات من هي دي الحارس اللي بيحمي الأورال كابتي بتتكون من ايه من تمام هنبدأ ان هنوصفها بولد الوقتي عندي ان البلاطين تونسل دي من بره بيبقى محيط بيها فيبرس كونكتف تيجوا كابسولي ولكن ده مش ايه كابسول الكابسول بتاعها انكمبليتلي انكبسوليتد يعني مش بيبقى محوضها كلها لا ده بيبقى محوض جزء منها طيب الجزء التاني ده بيبقى معرض كده للهوى عادي لأ ببولي ان الجزء التاني دوك بيبقى في ايه بيبقى فيه دينس كولاجنس هامي كابسول ده اللي بيبدأ ان هو يفصلها عن ايه عن تمام؟ يبقى هي محاطة بكابسول ولكن الكابسول ده مش كامل المصل اللي تحتها بحاجة اسمها اللي هو عبارة عن كاب كده تمام؟ طيب وبتضغطة من بره بإيه؟ بتضغطة بالإبسيليم اللي بيبقى مغطي الأورال كابتي اسمه إيه؟ تاني بولت الوقتي إيه؟ بولت الوقتي إن الإبسيليم ده بيعمل دبس كده بيبدأ إن هو يختص كده في أماكن عشان يعمل لي حاجة اسمها إيه؟ كريبتس بيبدأ إن هو يختص في أماكن عشان يعمل لي حاجة اسمها إيه؟ كريبتس بولت الوقتي إذا الدبس into the underlying lymphatic tissue to form primary and secondary crypts هيزول كريبتس إيه بصوا دي الكريبتس دي كده اسمها إيه؟ اسمها كريبتس تمام؟ قولت الوقتي بعد كده إن البرينكي ما بقى بتاعت البلطاين تونس اللي دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من نيوميرس ليمفويد نديول primary and secondary has germinal center formed of B lymphocyte لو كان primary مش يبقى فيها germinal center لو كان secondary هيبقى فيها germinal center مكونا من B lymphocyte تمام؟ are located under the epithelium and around the crypts بتبع حوالين الكريبتس diffuse lymphatic tissue to bits are present in between the needle formed of lymphocytes and plasma cells ماشي كده؟ تتكلمت على مين؟ تتكلمت على البلطاين تونسل قلت لنا البلطاين تونسل موجودة فين؟ موجودة على جوانب the oral cavity at the boundary of the oral cavity and the oral pharyings blue back of the mean soft palate تمام؟ بتتكون من إيه؟ بتتكون من تكامعات من the tooling void and use عددها كام؟ 2 البلطاين تونسل عددها كام؟ 2 عشان اللي جاي عددهم مختلفة تمام؟ دي الحارس اللي بيحمي إيه؟ اللي بيحرمي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن آآ كتل كده من اللي مفويت تيشو بيحواليها من بره كابسول ولكن الكابسول ده بيكون إيه؟ completely encapsulated يعني كابسول مش كامل جزء كده معين هو اللي بيكون فيه كابسول طيب والجزء الباقي اللي هو المفروض انه هو معرض للمصل لا ده بيولد الوقت ان هي بيكون في دينس كولاجين السيمي كابسول أو كاب كده بيفصلها عن الإيه؟ عن الاندر لاينج مصل طيب بتضغطها من بره بإيه؟ بتكافر بإيه؟ بإيه؟ طيب قولت الوقت ان هي بيحصل فيها حاجة زي اسمها Dips آآ بيعمل Dips كده والدبس دي بتد نهية تنزل كده تمام؟ عشان تكون لي حاجة اسمها إيه؟ كريبتس قولنا النهية بتكون لي إيه؟ بتكون لكريبتس طيب بالنسبة للبرينكما التبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن لينفويد ندول يا إما برايمري يا إما سكندري لو كان سكندا هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها جر من السنتر بيتكون من بي تجوز اللي موضوه ايه ذا في اللفاتيك تشو دي بيكون في ايه بيكون في بتوين النيوز بيبقى في اللفاتيك تشو بتتكون من اللفاوسيت وي بلازما سيلس تمام ننقل على اللي بعدها هي الفارنجيال تونسل الفارنجيل تونسل دي بتبقى واحده بس طيب قلت Hertieنهي عباره عن عن سينجل ماس اوف اللي موجودة في الناس لكابتين دي اللي موجودة فين في الناس لكابتين أما البلاطاين تونس الموجودة فيه في القورة الكابتي يبقى الفرينجية موجودة فيه النازل كابتي موجودة في الدورز الهول بتاع النازل فارينكس الكابسول بتاحك زيها زي اخدها البلاطاين بيبقى مش كامل وبيبقى رفئة يبقى هي مختلفة عن مين عن البلاطاين إذنك البلاطاين بتاحك بيبقى سودو ستراتفايد سوليت بيبقاش عندها اي كريبتس بيبقى عندها بليتس البليتس دي عبارة عن خطوط رفايا كده بتبقى داخل الجوه تمام اسمع ايه اسمع بليتس يبقى الفارينجيال تونس اللي عندها بليتس اما البلاطين تونس اللي عندها ايه كريبتس تمام؟ اوحد دياتيوش موجودين في النيزة الكافتي او النيزة الكافتي دي بيكون فيها ايه جلانس الكلانس دي بتفرز لي سيروميوكاس سكريشن صح؟ فبيقول لي السيروميوكاس جلاندس الداكن بتاعتها ببدأ بتفتح فين؟ irrespons ت بيقول اللي الذي عندي ان فارينجيال تونسل دي لو حصل FROM هنسميها ايه؟ هنسميها Lawrence és دي هي نفسها اللحمية شوفي لما حد يبدأ ان هو صوته بيبقى هو متغير فبيقول ده انا هروح اشيل اللحمية اللحمية دي هي عبارة عن ايه عبارة عن عيبر تروفي للفارينجير تونسل عرفنا ان هي واحدة بس سنجل ماس من اللينفاتكتشو موجودة في ايه موجودة في الروف بتاع النيزل كافتي في الدورز الول أو في نيزو فاريانكس الكابسول بتاع برضو بيكون انكمبليت و بيكون سن الايبسيليم بتاعها بيبقى ايه سودو سورتيفايس اليديد كلها من الايبسيليم ما بيبقاش عندها كريبتس ولكن بيبقى عندها ايه بليتس البليتس دي بيفتح فيها مين؟ الدوكت بتاعت الايه السيلو ميوكاس جلاند تمام؟ البارينجيما بتتكون من دفيوز ليمفويت تشو و لما بيحصلها هايبر تروفت بتكون لي حاجة اسمها أدينويد اللي هي اللحمية تمام؟ بعد كنا نتكلم على رقم ثلاثة النوع الثالث اللي هو اللينجوال تونسل اللينجوال تونسل دي عبارة عن سيفرال بتبقى كثير بقى يعني عدد لا يحصى بتبقى موجودة فيه بتبقى موجودة على الدورزة بتاع البوستيريور one third of the tongue يعني دلوقتي عندي اللسان اللي هو اما نقل باللسان كده هلاقي دلوقتي اني البوستيريور one third يعني التولتة الاخريني خالص اللي ورا بيلاقي اني في الدورزة بتاعه بيكون فيه لينجوال تونسل بتبقى عددها كثير كده زي ما احنا شايفين في الصورة تمام؟ they are covered by stratified squamous non-crotenized ebcd زي زي الأورال cavity stratified squamous non-crotenized ebcd وللوقتي اني اتشو تونسل has a single crypt هي بتبقى صغيرة قوي فما بيبقاش عندها كريبت كثير كل واحدة فيهم كفاية عليها قوي ايه؟ single crypt no capsule ما بيبقاش لها اي كابسول ولا complete ولا in complete بقى هي معنداش كابسول خالص اصلا طيب البرينكيما بتاعتها بتتكاوم من ايه؟ من lymphoid nidule half germinal center معنى كده ان هي ايه؟ secondary lymphoid nidule عشان عندها germinal center تمام؟ اخر حاجة بقى عندي هي التيوب التونسل التيوب التونسل دي بيولي الوقت ان هي بتكون موجودة فين؟ موجودة في الفارينجيال اورفس عند الاستيكيان تيوب دي اللي هي القناة السمعية بيبقى موجودة عندها تونسل اسمها ايه؟ التيوب التونسل طيب كوفرد باي ايه؟ كولامنر سيليتة ebcd تمام؟ يبقى التيوب التونسل موجودة فين؟ موجودة عند الفارينجيال اورسل وفي الاستيكيان تيوب كوفرد باي كولامنر سيليتة ebcd وكده الحمد لله احنا خلصنا المحاضرة ودي مقارنة ما بين اللي عندنا بيقرأوها وبس كده اتمنى ان الشرح يكون عجبكو وتكونوا استفدتوا. السلام عليكم.